الحمد لله الحمد لله حقق توحيده بالله وإيمانه به ومن ضيعه ضيع إيمانه وتوحيده بالله عز وجل ولقد أمر الله به في غير ما موضع في الكتاب فقال سبحانه وعلى الله فليتوفل المؤمنون آل عمران وقال عز من قائل ولله غير السماوات والأرض وإليه يمجع الأمر كله فعمله وتوكل عليه سورة هود وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ارتعوا واستلوا واعكلوا ربكم وافعلوا الخير لعنكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سورة الحج وقال سبحانه قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بيئينة من ربي ورزقني منه رزقا حزنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استضعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم وعلي بن عباس رضي الله عنه ما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعانت فاسعين بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يمروك بشيء لم يمروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت رفعت الأقلام وجفت السحر معشر المسلمين إن التوكل على الله واجب شرعي وأقيدة يجب على كل مسلم اعتقادها والعمل بموجبها ولا يكمل إيمان المرء بالله عز وجل إلا بهذا الرؤون الأصيب فيجب عليك أيها المسلم أن تعلم يقينا أنه لا يقدر على شيء إلا الله فما شاء كان وما لم يشعر لم يكن فهذا الأساس يحمله على الإيمان الجاسب بأنه لا يجوز له التوكل على شيء غير الله سبحانه وهذا دعو عباد الله الصالحين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا نخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في سورة المائدة إن توكل على الله شرق لكمال الإيمان وصدقه ومن ادعى الإيمان ولم يحقق هذا الركم لخالقه سبحانه كان كاذبا في دعواه فإن دعب عباد الله الصالحين أن يتوكلوا أنهم لم يتوكلوا يوما على غير خالقهم فهذا في القرآن كثير والأمثلة عليها شتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لهم سلسل سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخبض أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سورة آل إمران بارك الله لي ولكم فيما سمعنا ونفعنا بهدي سيد المرسلين نبينا محمد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ونساء المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو العطور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر لهم على توفيقه وابتنانه أشهد لا إله إلا الله وحبه لا شريك أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا تجوم عليه نصبح لكم وننا نشاهد ونحن ونحن وينه صفاء لكم وينه وينه ونه وينه لكم وينه 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 صلى الله عليه وانه نبي أعلى لأ جان وينه جم meist مع الذي ترجمة نانسي قنقر 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 لست لاحظن الوثرة الإعجاب بالصفل ون يتأكد ون يتأكد من البشرات ون يتأكد من وجه لن يرسسس الوم رائعون وزول الأن ويزسسون العرباء يتأكد من بعضل الوثرة ويشفوا اجب أن الوثرة ويشفوا بأنه لن يكون لن يكون لن يكون لن يؤكد زوجانا لله إحضان اشتركوا في القناة 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 عليه الصلاة والسلام قلوا أن نحن بس نفسي أجل قلت قلوا بس فيه قلوا اب دعاء سيدواء قلوا بس منطقائنا لا يسميني أساني هو من أجب أن تسل جديد وفقه و Lily وقلت أسايا وقلت أسايا وقلت أسايا وريد أن تسل جيد وحبا أسايا وقلت أسايا إذن يدعنا إذن يدعنا إذن يدعنا إذن يدعنا إذن يستطيع أن تكرمنا أصرا على الحد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر